الشريان الأورطي الشريان بتاعتنا عاملة زي المواسير أو زي الخرطيم عايز حضرت تتخيل معايا إنك لو جبت بلونة مثلا وعدت تنفخها. إيه اللي حيحصل كل ما تنفخ زيادة؟ بطبيعة الحال لو نفقت شوية مش هيجر حاجة لكن لو نفقت أكتر وأكتر وأكتر عند لحظة معينة البلونة دي حتفرع هي نفس النظرية دي تنطبق على الشريان. هو زي الأستيك والدم ماشي فيه بضغط معين لو الضغط ده زاد أو الجدار الضعف هيقعد يكبر يكبر ويعمل لنا شكل دائري زي بلونة ولقد در الله عرضة إنه يفرقع ويعمل نزيف فالموضوع يعني الحمد لله إنه هو مش كتير مش شائع الحدوث ولكن حدوثه في منتهى الخطورة. فعايزين نعرف إحنا هنحمي نفسنا إزاي ولو ده موجود هنعالجه إزاي هنحمي نفسنا أهم حاجة إن إحنا نحافظ على ضغط الدم بتاعنا مصبوط لأن أكتر سبب لزيادته ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى التدخين اللي اتنين دولة أكتر من باقية العوام بتاع التصالب الشرين هم دولة أكتر حاجتين بيشكلوا سبب لهم فلو بس قدرنا نمنحهم بدرجة كبيرة مش هيحصل ولو حصل التمدد هيوقف عند مرحلة معينة وميزيتش عنها طيب لو حصل وكبر بالفعل وبدأ يبقى عمل لنا أعراض ومضطرين إن إحنا نعالجه خوفا من الانفجار اللي كنا نتكلم عنه دولة كان قبل كده العلاج عملية جراحية الحياة كانت كبيرة شوية لأن إحنا كنا نفتح البطن ونقعد نحط مصورة صناعية بداله يعني كانت شغال لنا كبيرة والتخدير بتاعها صعب وكمان هو مريض من الأصل سنه كبير عنده ضغط مرتفع عنده دهون عنده سكر عنده يعني عنده عوامل كتيرة تخلي إن أي إجراء بنسبه له هو بالفعل صعب فكمان العملية كبيرة وخطيرة فطبعا ده كان مخلي يعني النتائج مش هيلة واحتمالات الوفاة مش قليلة في السنوات الأخيرة بدأ العلاج الموضوع دهود بأن إحنا بنحط ضعامة مغطاة في الحتة اللي فيها التمدل يعني إحنا ببساطة من غير ما نعمل فتح للبطن لا من الفتحات في الفخت هندكك وحندخل أنبوبة صغيرة الأول متطبعة وجوه الشريان تتفرد بحيث إن هي تحوله إلى مصورة جديدة ويبقى الدم يمشي جوه المصورة الجديدة ما يمشيش جوه البلونة اللي إحنا كنا نتكلم عليها إن هي عرضة للانفجار الطريقة دهية على الرغم إنها تحتاج لتخدير لكن التخدير بتاعها أقلب كتير فمخاطره عن تخدير الجراحة الكلية والمتابعة بتاعتها بس ضرورية عشان نقدر نتأكد إنها المصورة دهية الجديدة أو الدعامة الجديدة شغالة كويس ومحصلتش فيها أي مشاكل ونسب النجاح واحتمالات الوفاة طبعا أقلب كتير والحمد لله اشتركوا في القناة